ما حدا بيأوص غير أماي يا شباب ما حدا أبداً أماي ابترمي على المكان اللي طالع منه النار حاضر سيدي النقيب يا رب هلأ ورجيني حالك يا واطي ما في حركة سيدي رح يطلع يا أماي رح يطلع شو هاد؟ قالوا لي إنك مجنون بس ما سداتون أماي جاهزي سيدي كمّل سيدي نقيب سيدي سيدي أنت بخير؟ سيدي أنت منيح لك أي منيح منيح أماي أوصي على هلواطي بقى طف زيتان يا سيدي النقيب متلى القطة بسبع ارواح لكني ولا كمان مرة سيدي كمان مرة تمام سيدي النقيب عشرين درجة شمال غرب عمسافة خمسين متر ناس نسا ما خلصت أنا بوارجيك أنا اللي رح وارجيك وكام بدك يعني؟ صلت عندك طيب معنى أنت بدك تني الموضوع وش لوش يا نقيب موت؟ وحتى كني دعوسك برجلي وأنا سلم عند كلمتي أوه أخوة 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 انت شخص قوي يا نقيب مشان هيك لي عرض مبلغ كبير مقابل راسك ولكن راسي ما بتقدر بتمني يا جردون وهلا رح تعرف موسيقى 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 دي كفير موسيقى 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 أي شيء بفيدنا كدليل خدو رح نتحرك خالصة حاضر سيدي النقيب مجموعة أجوز العركة خالصة رح نتحرك أمي أنا عن جد فخور فيك شكرا سيدي اشتركوا في القناة